هل بتتوقع أن أظل الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟ هل هذا ما يحدث؟ هو متوقع كثير أنه يفضل الوضع مثل ما هو يعني لا الأسباب اللي إليت حضرتك يعني حتى روسيا مش فاضية للبنان علما أن روسيا إلى مواطق قدم قوي جدا من كان بسوريا ولا بلبنان وتعتبر لبنان قاعدة تاريخية لأن كان سياسيا ولا استخباراتيا الولايات المتحدة لها النفوذة بس بطل الملف اللبناني ذات أولوية صار بالصف الثاني أو الثالث إن كان لدول العظمة كلها يعني حتى بريطانيا مش عبتتعاط بالملف اللبناني نهائيا علما أن المخابرات البريطانية هي اللي أسست حقابات كبير من التاريخ السياسي بلبنان من الـ 1800 إلى السنوات قضيت فرنسا رغم أنه في موفد فرنسي خاص اللودريان موجود بلبنان مش عب يقدر يقوم بأي خطوات لأنه الضغط للدولة الفرنسية صار أخف بالنسبة للملف اللبناني وما ننسى أنه كمان فرنسا عندها مشاكلة داخلية اللي بتمنعها أصلا ترجع تدخل خارجيا بها الشكل الأوي اللي كانت تظهر فيه بقى هيبقى الوضع مثل ما هو وللأسف هيدا كله موجه ضد الشعب اللبناني لأنه متضرر الوحيد حضرتك وصلت للنقطة المهمة في خطورة دائمة في لبنان أن ينفجر الوضع في أي لحظة وإلا المواطن اللبناني قد اعتاد على هذا الأمر وبقى في أحداث كانت قبل ذلك يعني تؤدي إلى مشاكل كبرى الآن يتم التعامل معها ببساطة لا هو الوضع بلبنان يعني حسب التقرير الاستخباراتية العالمية وحتى الداخلية بلبنان في كتير تحذيرات من انفجار الوضع الأمني لعدة أسباب أول سبب انتشار السلاح بطريقة غريبة جدا لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية تم سحب السلاح أو غالبية سلاح من الأحزاب اللبنانية وتم استيعاب عناصر الأحزاب ضمن الجيش اللبناني وإعادة تأهيلهم باستثمات حزب الله تنظيم حزب الله اللبناني اللي فضل بعد حجة أنه حزب له قاول هلأ النغمة الجديدة الموجودة بالشارع السياسي بلبنان أنه لا حزب الله بعده محتفظ بسلاحه طالما في شبه تفاهمات مع إسرائيل في ترسيم حدود يعني الأمور ما بتحتاج بقى أنه السلاح يكون موجود حسب وجهة مظرود ومش كل الشعب اللبناني مع حزب الله ولا كل الشعب اللبناني ضد حزب الله وبالتالي حزب الله يمكن لو اكتفى خلال السنوات الماضية بالعمل السياسي فقط وحتى لو كان مسيطر عن رئاسات الثلاثة النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية ما كان حدا بيقدر يلومه لكن بالوقت الحالي يلان على أنه مسيطر تحت قوة السلاح وأكبر دانيل اللي حصل اللي صار بالكحالي على قوة الكحالي علي من لا يعلم احتلنا ما حدث في الكحالي بالكحالي بكل اختصار شاحنة وهي الكحالي طريق بتربط منطقة البقاع اللبناني اللي مربوطة بسوريا فيه المعابر مع سوريا ببيروت منطقة شديدة الانحدار وفيه قوع يعني هو المنعطف دايما بيصير على حوادث مميتة بسبب الشحنات بقى احدى الشحنات نازلة على بيت طلع فيها زخيرة وفيه معها كان وراءها مرافقة سيارة من حزب الله المنطقة هونيك منطقة الكحالي معروفة تاريخيا كانت كتائب لبنانية رجعت قوات لبنانية صار فيه اشتباك بين أهالي الكحالي او شباب الكحالي والشباب اللي كانوا مرافقة والناس اللي اجيت حتى تدعمهم راح قتيل من هون قتيل من هون قالوا يقولوا هيدا شهيد قالوا يقولوا هيدا شهيد يعني منظر عبسي جدا الجيش اللبناني قدر تدخل بطلوع الروح قدر فتح الطريق وسحب الجيش اللبناني حسب فهمي مباشرة صادر كل هذه الشاحنة والاسلحة لوج الفجر تقريبا امتدت لفجر تاني يوم حتى قدر وصل على المنطقة وسيطر عليها وجاب شحنات ونقل الزخائر كلها وسلمهم للقضاء العسكري بس هون القصة انه مشكل صغير قصة شاحنة وما في احتكات مباشرة وراح قتيلان طيب خطوة الجاي شو راح تكون